هذا المكان والذي يعرف بسوق الفقراء وسط مركز محافظة الديوانية هذا كان يعج بحركة التجارية للمحال والبسطات وحتى للباع الجوال لكن اليوم الحركة والتجارة فيه مشهولة تماما وذلك تماشيا مع قرارات خلية الأزمة بفرض حضر للتجوال لا أصوات للباع لإقناع الزبون ولا تزاحم الناس لضيق المكان إذ كل ما موجود أصبح مهجورا وغطت البضاء أغطية تحميها من الأترب والأمطار وتنتظر مع أصحابها ظوءا أخضر لنهاية بيروس كورونا ورفع حضر التجوال رغم أنهم يعانون الأمرين في ظل غياب مصدر الدخل اليومي لهم الأجارات مالتنا كل شهر كل يومية حفد 50 ألف إجار المحال ما يقارب عندك صناع يومية 15 ألف ماشي إن شاء الله لنحن نمط شهرية عندك كهرباء ماء مولدة كلها موجودة علينا تأثر علينا فإحنا نظار قاعدين صارنا أسبوع زمال بالبيوت فأقل شي إذا ما راح ديخصل لي يخصل لهم مليون فأكثر من مليون من هم من طالب مالكي المحال وأصحاب المولدات بانتظارهم عن إيجار هذا الشهر أو إحفائهم أو أن تجد الحكومة منذ الآن حلا جذريا لمن يعمل في القطع الخاصة لأن على ما يبدو أن الأزمات في تزايد ولا نهاية حقيقية لها اللي يريد منعتهم بل كتالله يساعدوننا أبو الموليك أبو المولدة لأننا عدنا نتجد هذه الأزمة صعب التعويض؟ والله صعب إذا بقى بالفترة الأخيرة قلت لك إحنا صارنا ستة شهر يعني صعب التعويض إحنا أغلب إيجاراتنا من ثمانية وفوما فوق يعني هسا تلقي محلات صغيرة عشر ملايين بالوضافة إلى العامل اللي عند اللي جاي يحسب له شهرية يعني ما يقارب 15-16 مليون هاي شهريا كما أن الجهاز الأمني المكلف بمراقبة من يحاول كسر الحضرة رصدناهم وهم يرفضون حتى عبر المارة من دخول الأسواق ورفضا قاطعا لمن يأتي بأي واسطة نقلة أما من مشمول بالاستثناء وظلت بسطاته مفتوحة للمتبضعين شكوا واقع حالهم المعيشية الصعبة في ظل عز الأحياء وقطعها ووجود المحال العشوائية هناك وبالتالي فإن الباع في هذه الأسواق يعانون من شح وجود الناس للتسوق محال بالمناطق السكنية مع الخضار فواكه أثرت عليكم هم على السوق المركز؟ طبعا أثرت على السوق لأن الناس ما تطلع تروح للأحياء تأخذ منها وللبي السوق انتهي مرض كرون أثر علينا بصورة عامة بشكل عامة على السوق خاصة إحنا صحاب المركز لأن سدت المنطقة كيلها الآن حتى لو أريد أن نجيب لهم لحم والعجيل أو فاش يريد أن نبيعه ما ينباع كل منطقة محجوزة من منطقتها أبد الواطن لا يقدر يوصل للسوق معزلين وقاعدين هل يشوفون محلاتنا كده معزلوا وقاعدة وبين إجراءات وقائية ضرورية مهمة لتطويق انتشار الفيروس ووجود ما يشكي وضعه المالي المترد المحتمد على عمله اليومي ليتمكن من عيش أسرته تبقى المشكلة الأساسية في فقدان الخطط التي تضاعها الحكومة في مثل هذه الأزمات من الديواني محمد حسن قناة التغييرات